مشاهدين دلوقتي معنا مع موجز الأهم الأنباء التاسع صباحا نواليندا عبداللطيف اتفضل يا ليندا شكرا أحمد التاسع بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وذلك لتهنئة بحلول عيد الأطحى المبارك وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تمنياته لشعب وحكومة الأردن بكل التقدم والازدهار من جهته أعرب ملك الأردن عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعبا داعيا أن يعيد الله العلي القادير هذه المناسبة على مصر والأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس الفلسطيني توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس محمود عباس متمنيا للشعب الفلسطيني الشقيق كل الخير والاستقرار يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في أول أيام التشريق اليوم الحادي عشر من ذي الحجة الموافق ثاني أيام عيد الأطحى المبارك وكان ضيوف الرحمن قد انتهوا من رمي جمرة العقبة في مشعر منا في أول أيام عيد الأطحى المبارك هذا وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والسحات المحيطة به بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات أعلنت السلطات الأوكرانية مصادرة أصول عدد من الشركات في البلاد بقيمة حوالي 200 مليون دولار بسبب ملكية جزء من رأس مالها لمواطنين روس وذكرت الشرطة الوطنية الأوكرانية في بيان أنه تم مصادرة أموال عدد من الشركات المرتبطة بروسيا ووفقا لدائرة التحقيقات الاستراتيجية في منطقة كيروفوكراد فإن هناك العديد من الشركات في أوكرانيا التي يمتلك فيها مواطنون روس ما بين 25 إلى 98% من رأس المال المصرح به وترتبط أنشطة هذه المؤسسات بتوفير العقارات المؤجرة وزراعة المحاصيل وصناعة الحديد أعلنت وزارة الخارجية الكندية عزم حكومة البلاد فرض عقوبات ضد عدد من القطاعات الصناعية في روسيا وذلك على خلفية العملية العسكرية بأوكرانيا وعشرت الوزارة في بيان إلى أن كندا ستوسع التدابير الحالية فيما يتعلق بقطعات النفط والغاز والكيمويات لتشمل الانتاج الصناعي وستطبق هذه العقوبات الجديدة على النقل البري وخطوط الأنابيب وإنتاج المعادن والمركبات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والكهربائية والألات وأضفت الوزارة أنه بعد فرض العقوبات الجديدة سيكون أمام الشركات الكندية ستون يوما لإنهاء العقود مع القطاعات المستهدفة أعلنت الشرطة الإيطالية ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في جبال الألب إلى أحد عشر قتيلة ووقع الانهيار الجليدي في جبل مارمولادا الأحد الماضي وقد أرجع مسؤولون سبب الحادث إلى التغير المناخي وأكدت الشرطة أنه تم تعرف على هوية جميع الضحايا أعلن جهاز الإطفاء الفرنسي السيطرة على حريق ضخم أتى على 650 هكتارا في جنوب فرنسا وأكبر عدد من السكان على إخلاء منازلهم وكان جهاز الإطفاء قد نشر في منطقة جاغ في جنوب فرنسا 950 رجل إطفاء مدعومين بطائرات إطفاء للسيطرة على الحريق هذا وأكد المتحدث باسم جهاز الإطفاء أن مرحلة الخطر انتهت ولكن لا يزال نحو 520 إطفائيا منتشرين في المنطقة الوقع على بعد 90 كيلو مترا إلى الشمال من مامبلي وسواحل البحر المتوسط مضيفا أن الوحدات ستواصل احتواء الحريق ومراقبته لتجنب مخاطر تفاقمه مع تخطي الحرارة 30 درجة مئوية ومع احتمال أن تؤججه الرياح وانخفاض الرطبة أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 319 إصابة بلا أعراض وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 226.610 حالات هذا ولم تسجل الصين أي حالات وفاة جديدة بكورونا ليظل إجمالي الوفيات ثابتا عند 5226 حالة نهاية مجزة تساعنا والاستكمال باقي فقرات صبع الخير يا مصر بعد الفاصل